من ريف دمشق ربيع مرحبا بك تحية لك جلال نعم تفضل ربيع يعني عندك اخبار عن المصالحات التي تجري في خان الشيح وايضا لو تضعنا في صورة الوضع الميداني في منطقة الغطاة بريف دمشق تفضل سأبدأ بملف خان الشيح اخر التطورات قبل قليل تمكننا من الحديث مع مصدر ميداني في يعني محيط خان الشيح اخر المعلومات هي ان وفد المصالحة دخل الى بلدة خان الشيح اليوم صباحا وبدأ بعملية تسجيل القوام الاسمية لخروج المسلحين باتجاه مدينة ادلب حتى اللحظة تم تسجيل 450 مسلح سوف ينتقلون الى ادلب اضافة الى ان العدد الكل مع عائلاتهم يصل الى 1200 حتى اللحظة هؤلاء بالمجمل سينتقلون الى ادلب ايضا وفد المصالحة يقوم بتسجيل اسماء الراغبين بتسوية اوضاعهم والعودة الى حضن الوطن يعني نستطيع الحديث ان ابتداء من غدا صباحا ستبدأ عملية النقل المصدر الميداني كان قد تحدث لنا عن ان يعني العملية ستتم على دفعات لن تتم دفعة واحدة خلال الاسبوع المقلبل نستطيع القول ان خان الشيح ستصبح خالية من السلاح والمسلحين هناك ثلاث مجموعات رئيسية هي احرار الشام فتح الشام واكناف بيت المقدس هذه بمعظمها سيتم انتقالها الى ادلب كانت قد طرحت في السابق قبل وقف النار الكل في الاسبوع الماضي بانها تريد الانتقال الى منطقة درعة طبعا الموضوع رفض كلية من قبل الجيش العربي السوري تم الموافقة فقط على النقل الى ادلب وعلى ذلك تم الاتفاق اليوم صباحا على تسجيل القوائم الاسمية نستطيع ايضا الحديث ان مساء امس وحسب مصادر يعني من داخل المخيم بانه تم تسليم السلاح المتوسط والثقيل بالكامل للجيش العربي السوري ايضا هناك معلومة قبل قليل تمكننا من الحديث مع احد المصادر الاهلية في مخيم خان الشيح كان يتحدث عن ان هناك يعني المسلحون عمدوا الى بدء احراق مقراتهم قبل مغادرتهم وبالتالي نستطيع ان القول ان ملف خان الشيح قد طوية تماما ايضا هناك في ذات الملف نعم يعني الحكومة السورية او الوفد المفاوض يتجه الى التعامل مع منطقة الغوطة الغربية في الجهة الجنوبية منها والتي هي على تلامس مع منطقة القنيطرة ومنطقة درعة يعني التعامل بسلة واحدة مع مناطق عدة وهنا الحديث عن سبع قرى كانت قد دخلت في هدنة ووقف اعمال قتالية مع الجيش العربي السوري في اليوم الخمسين من العملية في خان الشيح واتحدث هنا عن زاكي ومنطقة كناكر ومنطقة ايضا الطيبة ومنطقة الكسوة الشرقية وايضا يعني باقي القرى يعني على الحدود الادارية مع درعة والقنيطرة هذه القرى ستتم تباعا عقد المصالحات وغالبا ان يكون الملك هو مصالحة دون نقل المسلحين الى ادلب سيتم نقل من يرغب من هذه القرى بالذهاب الى ادلب خلال الايام القليلة الى خان الشيح وترفيقه مع مسلحي خان الشيح الراغبين بالانتقال الى ادلب وحتى اللحظة كما قلت لك جلال العدد هو بحدود الالف ومائتين اذا انتقلت الى منطقة اخرى ويعني على عملية تسوية ومصالحة وهي مدينة التل التي تقع في الجزء الغربي من دمشق هذه المتينة دكتور جورج مرحبا اكبر مدن ريف دمشق طبعا هذه المدينة يبلغ عدد سكانها بحدود الستمائة الف مواطن منذ يومين خرجت مظاهرات من قبل المواطنين الاف المواطنين خرجوا باتجاه المركز الثقافي والجامع الكبير في محاولة للضغط على المسلحين للخروج من منطقة التل عدد الفصائل المسلحة المواطنة داخل مدينة التل نعم من هي الفصائل الارهابية الموجودة في منطقة التل ربيع نعم هي احرار الشام وجبهة النصرة يعني فتح الشام واحرار الشام وفصائل تابعة لما يسمى بالجيش الحر جميع هذه الفصائل مبدئيا امس وفقت يعني بشكل مبدئي دون يعني عقد تسوية نظامي بفكرة الذهاب الى ادلب والخروج بعد المظاهرات الشعبية العارمة التي خرجت طالبة المسلحين يعني كان الشعار الاساسي نعم للسلام لا للحرب نريد العودة الى حضن الدولة السورية وخروج المظاهر المسلحة الى مدينة ادلب يعني ملف التل هو مشابه لما حدث في قدسية والهامة الاسبوعين الاخيرين عندما طالبت يعني الضغط الشعبي اضافة الى الضغط الجزئي العسكري وجاء معززا لذلك الضغط العسكري فرض شروط التسوية وايضا المصالحة وتسوية الاوضاع نستطيع القول ان الايام المقبلة ايضا ستحمل حلا لموضوع التل بعد اجتماع امس امس وقد يتبع ذلك اجتماعات اخرى لوضع يعني قائمة اسماء المسلحين الراغبين بالذهاب الى ادلب معائلاتهم اذا يعني على ما يبدو ربيع يعني مشوار المصالحات بدأ بالتدحش بالتدحش دعنا نقول في مناطق مختلفة في سوريا وهذا امر جيد يعني مما لا شك بانه يساند جهود الجيش العربي السوري اليوم في مكافحة الارهاب في سؤال اخير ربيع ماذا عن عمليات الجيش العربي السوري اليوم في الغوطة نعم اذا انتقلت للحديث عن عمليات الجيش العربي السوري يعني اود الاشارة جلال الى موضوع جدا مهم ما يحصل بشكل عام بريف دمشق هناك خطان متزامنان هما الضغط الشعبي داخل الاماكن التي توجد فيها المجموعات المسلحة اضافة الى الضغط العسكري هذان الخطان المتزامنان تسير فيهما يعني الحكومة السورية والجيش العربي السوري اذا تحدثت عن محيط دومة حتى اللحظة المجموعات المسلحة داخل دومة ومحيط دومة هي لا تقبل يعني عرض التسوية حتى اللحظة يعمل الجيش العربي السوري الى الضغط العسكري وتطويق معاقل المجموعات المسلحة داخل دومة عبر التقدم على عدة محاور ان كان في حرستا وان كان ايضا امس واول من امس تم التقدم الى محور جديد هو محور الميدعاني الذي كان يعتبر خط امداد رئيسي بين البادية السورية والغضاء الشرقية هذا الخط قطع تماما وتقدم الجيش في تل كردي وتل الصوان يعني التضييق العسكري على ثلاث معاقل اساسية هي الشيفونية ومسرابة ودومة والتي تعتبر خزان للمجموعات المسلحة وتطويقهم هو من يدفع باتجاه المصالحة اضافة الى الضغط الشعبي على المسلحين لكي يتركوا المنطقة يعني العملية ما زالت باولها في الغوطة الشرقية والتطويق دومة نستطيع ان نقول ايضا الاشهر المقبلة قد تحمل ذات السيناريو الذي حدث في دارية وان كان في خان الشيح طبعا وهذا ما حصل ايضا في خان الشيح ودفع الارهابيين الموجودين هناك للخروج من هذه المنطقة ربيع ديبا مراسل الاخبارية السورية